السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلي بالك خلي بالك يا جمال بالماضي خلي بالك يا جمهور الجزائر اللي يقولك أمي عايزاني ألعب لمنتخب الجزائر أبوي عايزني ألعب لمنتخب مش عارف إيه خلي بالك اللعب اللي مولود في أوروبا ويقولك إيه أنا هختار منتخب الجزائر هو بيبني مستقبله فبيحسبها بيقولك منتخب الجزائر منتخب عالمي وصل في الفيفا الموسم اللي فاته اللي قابلين هو من أكبر منتخبات في العالم السمرار بلا هزيمة ما شاء الله وصل للخمسة وتالي فالاسم بتردد في العالم منتخب الجزائر وبطل أفريقيا قعد من 2019 لغاية ما تعاملت البطولة اللي في الكاميرا هو بطل أفريقيا الجيل ده بطل أفريقيا المدير الفني الحالي هو بطل أفريقيا فأي لاعب مورود في أوروبا يقولك أنا أروح متخب الجزائر ليه بقى؟ أولا سعره هيعلى كان بيلعب في نادي درجة تانية سعره هيعلى السعر بتاعه هيعلى التسويق بتاعه هيعلى أنا كنت عايش في هولندا ست سنين ولعبت في أندية في العقود لما تعمل عقد مع لاعب يكون دولي غير عقد مع لاعب تاني لاعب الدولي ليه عقد تاني لاعب الدولي العقد بتاعه بيزيد لأنه بيسافر ويروح منتخب بلاده ويلعب في العقد التسويق نفسه بتاعه بيزيد اسمه بيتحط تحت بنق اللاعب دولي آه محترف بس دولي بيلعب في منتخب بلاده تبقى محسوبة دي جدا جدا في العالم لو تفتكروا منيه لما تكسب بطولة أفريقيا الأمم الأفريقية والسافر ومحمد صلاح كان هو اللي بيلعب نهائي وسافروا ليفربول ليفربول عملوا حفلة المانيه ومانيه قال له هم مش عايزين حفلة عشان محمد صلاح زيميلي ما يزعلش آه يبقى الأندية بتقيم اللاعب الدولي فأي لاعب تولد في أوروبا وهو جنسيته جزاري يقولك إيه أنا هروح منتخب الجزائر هعلى هعلى في التسويق إذا كان سعري مليون دولار هيبقى سعري عشرة مليون دولار صدقوني فمش عايز مش عايز جمال بالماضي يتغش أو يتخم يخلي باله بالموضوع ده مش أي واحد يقولك إيه أنا هورد في أوروبا مش عارف خلتي جزائرية فهلعب في المنتخب لا مش أي حد تاخده خد المميزين المميزين ما هو محرز أو في أوروبا إسماعيل بن ناصر في أوروبا ياريت ياريت في خمسة زي إسماعيل بن ناصر أو خمسة زي محرز والله الجزائر مش يلعبوا في كس العالم دول ياخدوا كس العالم لو في خمسة في الجزائر زي إسماعيل بن ناصر وفي خمسة زي محرز الجزائر تلعب في كس العالم زي ما قلتلكم وجود اللاعب مع منتخب الجزائر في المتشاط العالمية هتلاقي بقى إيه لما ينضم من المنتخب هتلاقي بقى يلعب بطولة أفريقيا اللي اسمه هيزيد أكتر ممكن يلعب كس عالم اسمه هيتسوق أكتر الجزائر دايما بتلعب متشاطه دايما مع منتخبات كبيرة هتتشاف أكتر ظروفه حكمت كده والده أو جده عاش برا في إيطاليا ولا في فرنسا وتجوز وخد الجنسية وابنه تولد بقى عنده جنسية جزائرية هو ظروفه كده واللي تولد في الجزائر هو ظروفه كده مفيش حد بيختار أبو وأمه هو بيبقى مولود في الجزائر وبيلعب كورة ممكن مهارته وموهبته لجوة الجزائر ده أحسن بكتير من اللي تولد في أوروبا لكن اللي في أوروبا الظروف بتبقى أحسن لين بيروح نادي ويتمرن ويقوه وبتاع لكن والله لو لو تبصها تلاقي فيه لعيبة محليين أحسن من لعيبة كتير مولودة في أوروبا فتخلي بالك من الموضوع ده في ناس مش هتيجي تلعب للجزائر منتخب عشان عيون الجزائر لأ عشان مصلحته عايز يزيد في السعر عايز يزيد في التسويق يتحطي تحت اسم لعب دولي قصة كبيرة يعني في طبعا اللي عيبة تستاهل إنها تيجي تجيبها من أوروبا تلعب في المنتخب بس أنا بقول لك خلي بالكم الموضوع ده شكرا شكرا لك